اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبيل كوين سريب التسليم ويدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط قود الخصم موجودين تحت بالدسكريبشن السلام عليكم في الحلم كسرقيا ماذا معنا فيديو جي بقناة مسلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الشتوية لحلقة الرقم الثانية من هاي السنسلة صراحة شكرا عن دعم الحلقة الماضي وصلنا فوق ال 5000 لايك الدعم كان جدا جدا ممتاز فتمنى نحاول نوصل فوق ال 4000 لايك بهاي الحلقة مشان نزل لكم الحلقة اللي بعدها فورا بتمنى ان يكون الدعم جدا ممتاز مشان نستمر وايضا روابط حسابات تويتر وانستجرام تحت بالتسكريبشن بتمنى انك تروح وتتابعان عليهم لانه صراحة عدد متابعين قليل فمنحاول انكتر عدد المتابعين ضروري جدا انك تروح وتتابعان عليهم فبسم الله نبدأ من الخبر الاول عنه واللي هو انتقال لعب امريكان الى نادي يوفنتوس طبعا كشفت بعض الصحف الايطالية عن رغبة نادي يوفنتوس في ضم اللعب امريكان الى صفوفها وكشفت عن وجود مفاوضات ما بين ادارة نادي يوفنتوس وادارة نادي الريتز من اجل حصولها لخدمات اللعب في فترة الانتقالات الشتوية فاللعب البلغ من العمر 23 عام وطوله 114 سم يعتبر من اللعبين جدا جدا ممتازين صراحة بخط وسط نادي ليفربول لعب متكامل عنده دفاع وعنده هجوم فلعب 18 مباراة هذا الموسم يعني مع نادي ليفربول سجل 3 اهداف وصنع هدفين احصائية تعتبر جيدة جدا صراحة خاصة انه لعب خط وسط و3 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفة صراحة لو شوف لو انتقل اليوفنتوس بيكون اضافة جدا ممتازة خط وسط يوفنتوس حاليا يعتبر خط وسط جدا اوي يعني عندك متويدي عندك ساميخ ضيرة عندك لعبين يعني دفاعيين وهجوميين فالصراحة شي يعتبر جدا ممتاز عند نادي يوفنتوس فهذا بالنسبة للخبر الاول ننتقل الى الخبر اللي بعدها نولي وانتقال لعب سوزو الى نادي ليفربول طبعا كشفت بات الصحف الانجليزية عن مفاوضات جارية ما بين ادارة ليفربول ووكيل عمال اللعب من اجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية لعب البلغ من العمر 24 عام وطول 177 سنتيمتر مقدم اداء جدا جدا ممتاز صراحة منادي ميلان هاد الموسم وحتى الموسم ماضي فعلاعب عشرين مبارا هاد الموسم مسجل ست اهداف وصلنا ست اهداف خاصة مع اخبار يعني رحيل كوتينيو عن نادي ليفربول فراح يكون يعني خير بديل بالنسبة له لو اجا مكان كوتينيو يعني لو كوتينيو رحل عن ليفربول فاللعب يعني لعب عشرين مبارا يعني مسجل ست اهداف وصلنا ست اهداف يعتبر مشارك ب 12 هدف من عشرين مبارا واربع نجوم مهارات وثلاثة نجوم قدم ضعيفة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل له الخبر اللي بعده اللي هو انتقال حارس سامير هندانوبيتش الى نادي باريس سان جرمان طبعا كشف اطباط الصحف الفرنسية عن رغبة نادي باريس سان جرمان في ضم اللاعب من دانيا انتر ميلان طبعا الحارس يعتبر من الحراس الخبرة فحارس يعتبر من الحراس الجدا ممتازين عمره 33 سنة خاصة مع ضعف مركز الحراسة عن نادي باريس سان جرمان فبشوف انه ان يحتاجوا حارس صرا احصائية جدا جدا ممتازة صراحة بالنسبة لهندانوبيتش مع نادي انتر ميلان هادي الموسم ولو انتقل لنادي باريس سان جرمان بيكون اضافة جدا جدا ممتازة صراحة فاكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل على الخبر اللي بعده انا واللي هو انتقال لعب دافد لويز اللي لا نادي ريال مدريد طبعا كشف اطباط الصحف الاسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في ضم اللاعب دافد لويز قادما من نادي تشيلسي خاصة مع ضعف ق الدفاع صراحة عند ريال مدريد هاد الموسم يعني شفنا العديد من الاهداف اللي دخلت بشكل لغبي جدا من غلطات الدفاع فبشوف ان بيحتاجوا قلب دفاع جدا ممتاز دافد لويز يعتبر من لعبين جدا ممتازين لكن عيبه انه عمره يعني ثلاثين سنة يعني لو انتقل ريال مدريد رح يلعب موسمين بالكتير وبعدين اكيد رح يروح على شي نادي فاللعب عمر تلاثين عام طوله مية وتسعة وثمانية سنتيمتر لعب هاد الموسم تلتاشر مباراة مع نادي تشيلسي مع مدى القطع الكرة عنده اتنين فاصلة خمسة طبعا من اكتر من حوالي الشهر ما لعب مباراة فاحتمالية كبيرة انه يعني يخرج من نادي تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية فبتمنى ان مشاجعين ريال مدريد يكتبوا لي رأيون يعني تحت بالتعليقات لو اجد دافد لويز على ريال مدريد هل بتكون اضافة ممتازة ولا في مدافعين افضل منه بتشوفوا انه يعني احتمال انه ينتقلوا على ريال مدريد ولا كيف فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه واللي وانتقال لعب جيلسون مارتينز الى نادي يوفنتوس طبعا كشفت بعض الصحف الايطالية عن رغبة نادي يوفنتوس بيضم اللاعب من صفوف نادي سبورت انجليشبونا خاصة بعد تألق والصراحة بدور ابطال اوروبا هاد الموسم ويمكن سجل هدف حتى على يوفنتوس بدور المجموعات فالمدير الفني لنادي يوفنتوس ماسيمليانو ألاجري يرغب وبشدة بيضم اللاعب طبعا اللاعب ما زال عمر اثنين وعشرين عام فيعتبر صغير بالسن فطوله مئة وثلاثة وسبعين سنتيمتر لاع سجل ست اهداف وصنع ست اهداف عصائية تعتبر جدا ممتاز صراحة بالنسبة لجيلسون مارتينز هذا الموسم مع نادي سبورت انجليشبونا يعني مقدم اداء جدا ممتاز وما زال عمر اثنين وعشرين سنة باس ثلاثة نجوم مهارات واربع نجوم قدم ضعيفة طبعا اللي بميز اللاعب سرعة الكبيرة خاصة مشوف انه نادي يوفنتوس بيحتاج لاعب سريع يعني حاليا بنادي يوفنتوس عندك كوادرادو عندك ديبالا مشوف انه لو ايجا هاد اللاعب بيكون صراحة شي جدا جدا ممتاز بخط بخط هجوم نادي يوفنتوس فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه اللي وانتقال لعب كارلوس سولير الى نادي منشستر يونيتا طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزية عن رغبة نادي منشستر يونيتا في انتضم اللاعب قادمة من صفوف نادي فالانسيا لعب متألق صراحة وبشدة بصفوف نادي فالانسيا هاد الموسم خاصة مع الاداء الجدا ممتاز صراحة من لفالانسيا هاد الموسم تاني ترتيب الدوري الاسباني فعندك لعب اربطعشر مب سجل هدف وحيد وصنع اربع اهداف اللاعب مازال عمر عشرين سنة بس فيعتبر لسه شاب وطوله مية وتمانين سنتيمتر بتشوف صراحة لو انتقل لنادي منشستر يونيتا بتكون اضافة جدا ممتازة خاصة مع وجود اندر هريرا وعندك ضيخية بمنشستر يونيتا يعني كلعبين اسبان فاكيد رح يتاقلم بسرعة لو انتقل لنادي منشستر يونيتا واللعب يعني صراحة انه يعتبر لعب جدا ممتاز يعني اللي بتشوف مباريات فالانسيا هاد الموسم بيعرف انه هاد اللاعب يعتبر مفتاح خط الوسط بنادي بالانسيا هو وداني باريخو كانوا مقدمين اداء جدا جدا ممتاز فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل لالخبر اللي بعد عنا ولي وانتقل لعب مورو ايكاردي الى نادي ريال مدريد طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانية ان نادي ريال مدريد على استعداد لتقديم عرب بقيمة 85 مليون يورو من اجل ضم اللاعب قادمة من صفوف نادي انتر ميلان اللاعب البلغ من العمر 24 عام وطوله 181 سنتيمتر لعب هاد الموسم 14 مباراة سجل فيه 15 هدف وصنع هدف وحيد احصيات مجنون صراحة بالنسبة لايكاردي يعني عدد اهدافه اكثر من عدد مباراةه لكن اللاعب طلع وصرح سابقا انه لو ريال مدريد اتصل عليه من اجل التعاقد معه فانه سوف يترك الهاتف يرين يعني انه ما رح يقبل العرض ابدا طبعا اللاعب سابقا كان لعب صفوف نادي برشلونة لكن ما تأقلم مع طريقة لعب الفريق فراح على نادي سام ميلان لايب يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين لكن لللاعب يعني التصريح واضح انه من الصعب جدا انه ينتقل لنادي ريال مدريد فهذا بالنسبة لهذا الخبر انتقل على الخبر اللي بعده انه وانتقال اللاعب دياغو كوستا طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانية انه هو مع بداية سوق الانتقالات الشتوية سيتم التوقيع مع دياغو كوستا بشكل رسمي طبعا اللاعب هاد الموسم ما لعب ولا مباراة يعني مع نادي تشيلسي مع انه الموسم الماضي كان اداءه جدا جدا اسطوري يعني جابوا مور حاليا وصار عم يلعب مكان دياغو كوستا مع انه صراحة دياغو كوستا يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين واللعب يعتبر جدا قناص فالصفقة احتمال تكلف نادي اتلتكو مدريد حوالي مبلغ خمسة واربعين مليون يورو فاللعب البلغ من العمر تسعة وعشرين عام وطوله مية وستة وتمانين سنتيمتر طبعا تلتة نجيوم مهارات اربعا نجيوم قدم ضعيفة طبعا متل ما قلت سابقا انه ملعب ولا مباراة هاد الموسم طبعا اللاعب سب جدا ممتاز وعودته لنادي اتلتكو مدريد رح تشكل اضافة كبيرة بالنسبة لهجوم نادي اتلتكو هاد الموسم يعني شفنا فرنادو توريس تراجع مستواه بشكل كبير وايضا جاميرو مو قدم هل هذا الاسطوري فبشوف ان دياغو كوستا وغريزما بالهجوم بيكون شي جدا جدا ممتاز فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا واللي وانتقى لعب والفريد زاها الى نادي ارسنال طبعا كشف اطباط الصحف الانجليزية ان نادي ارسنال على استعداد لتقديم مبلغ 45 مليون يورو منجل التعاقد مع والفريد زاها في فترة الانتقالات الشتوية خاصة مع الاخبار التي تشير الى رحيل اليكسي سانشيز يعني عن نادي ارسنال فاللعب يعتبر جدا ممتاز صراحة اللاعب زاها واللي بيميزه السرعة والمراوغات عنده جدا ممتازة فاللعب عمره 25 سنة بس وطوله 180 سنتيمتر لعب الموسم هاد 8 مباريات يعني مع نادي اه كريستال بلس سجل فيها ثلاث اهداف بالمقابل ما صنع ولا هداف طبعا اربع نجوم مهارات وثلاث نجوم قدم ضعيفة اللي شاف اداء اللاعب هاد الموسم اللاعب صراحي يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين وبشوف انه ارسنال بيحتاج هالنوعية من اللاعبين خاصة مع خروج يعني من نادي ارسنال اللي كان ايضا بلعب بمركز او الجناح اليمين فزاها بشوف انه يعني خير بديل له او حتى لو راح ممكن يلعب ك الجناح يسار لانه اللاعب بصراحة متعدد للمراكز فهذا بالنسبة لهذا الخبر. ننتقل على الخبر اللي بعد عنا وليونتقى اللاعب اوبامي يانج الى نادي برشلونة كشفت مجد الصحفة الالمانية ان اللاعب عرض خدماته على نادي برشلونة فيما لم يتم الرد الى غاية الان من نادي برشلونة طبعا اللاعب صرح سابقا انه يرغب باللعب الى ريال مدريد لكن الريال مدريد صرح وانه يعني ما يرغبون ابدا بالتعاقد مع اللاعب اللاعب صراحي يعتبر من اللاعبين جدا ممت سنتيمتر خاصة مع تراجع الرهيب الصراحة لمستوى سوريز بها الموسم فلو جابوا اوباميانج الصراحة بيكون لعب جدا ممتاز يعني مازر عمره ثمان وعشرين سنة بالامكان انه يلعب مثلا ثلاثة او اربع مواسم مع نادي برشلونة خاصة انه اللعب سريع جدا يعني عندك سرعة ولياقة واللعب يعني بالمشكلة الوحيدة يمكن انه انهاءه شوي ضعيف قدام المرمى لكن بيغض النظر عن هيك اللعب يعتبر جدا ممتاز ايضا بلاعبة فيفا عندك ثلاثة انجوب مهارات واربع انجوب قدم ضعيفة لعب يعتبر من اللعبين جدا ممتازين فاكتبوا لي اراءكم تحت بالكومنتات هل في احتمال انه ينتقل على برشلونة ولا لا ولا لا او هل انت بتشوف انه اللعب راح ينتقل لبرشلونة ولا لا فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل على الخبر اللي بعد عنه اللي وانتقى اللعب جاريت بيل الى نادي مشيستر رونيتد مع كثرة اصابات جاريت بيل كل مباراة بيلعبة لازم هاللعب ينصاب فنادي ريال مدريد ما عاد يرغب ابدا بتواجد اللعب ضمن صفوفه فاللعب البلغ من العمر 28 عام وطوله 185 سنتيمتر الموسم الماضي تقريبا اغلب وكله كان اصابات فاللعب هاد الموسم 10 مباراة سجل 3 اهداف وصنع 5 اهداف فحاليا هالموسم كل ما يلعب مباراة او مبارايتين بالكتير عم نلاقي انه اللعب ينصاب سواء ينصاب اسبوعين او اكتر من هيك فاللعب 4 نجوم مهارات و3 نجوم قدم ضعيفة وبعض الناس صارت تسميه اللعب الزجاجي من كتير يعني ما بينصاب فالصفقة احتمال تكلف نادي ماشيستر يونايتد بحدود مبلغ 80 مليون يورو احتمال الصفقة يعني تكلف اكتر او اهل ما بنعرف بالضب خاصة يعني مع تراجع مستواه هالفترة شفنا لما عمي لعب يعني مستواه ما عاد مستواه يعني مثلا قبل سنتين ولا شي فشفنا مستواه متراجع لو انت على نادي ماشيستر يونايتد بشوف بيكون شي جدا ممتاز خاصة انه الريال مدريد ممكن انه يستفاد بمبلغ غارث بيل ويجيب لاعب جدا ممتاز مكانه فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد هنا واللي هو انتقال لعب ايدين هازارد الى نادي ريال مدريد طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانية ان النادي ريال مدريد ما زال يرغب بالتعاقب مع اللاعب ايدين هازارد في فترة الانتقالات الشتوية فاللاعب البالغ من عمر 26 عام وطوله 173 سنتيمتر لايب هاد الموسم 18 مبارا مع نادي تشيلسي سجل 6 اهداف وصنع ايضا 6 اهداف فاحتمال الصف قد تكلف بحدود 110 ملايين يورو خاصة مع تقدم عمر كريستيانو رونالدو فاكيد ما رح يظل كثير بريال مدريد فهازارد رح يكون خير بديل لو ما زال عمره 26 سنة هازارد يعني تقريبا كريستيانو رونالدو لما اجع ريال مدريد كان عمره بحدود 25 سنة بعام 2009 طبعا فطوله 173 سنتيمتر ايضا يعني يعتبر شوي اصير لكن اللاعب بغض النظر عن هيك اللاعب سريع اللاعب مهاري اللاعب انهاءه جدا ممتاز ومتل ما شفته بيصنع اهداف يعني اللاعب جدا جدا متكامل فبتمنى تكتبولي رأيكم تحت بالتعليقات اللي بينتقل اللاعب على ريال مدريد ولا لا وهل لو انتقل ريال مدريد رح يكون خير بديل لكريستيانو رونالدو خاصة يعني ما تقدم عمر كريستيانو رونالدو احتمال انه يلعب مسلا موسمين مع ريال مدريد ولا شيء بعدين اكيد ما رح يضل يعني فالصفقة رح تكلف بحدود مبلغ 110 ملايين يورو بهالحدود يعني او احتمال اكتر كمان لكن نادي تشيلسي متمسك بشدة وباللاعب وعم يحاولوا باقرب وقت انه يجددوا عقده مشان يعني ما يتعقد معه نادي ريال مدريد فما منعرف شلي ممكن يصير بالفترة القادمة فهذا كان بالنسبة لهاد اللعب بالنسبة لها الحلقة من سلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الشتوية فبس شبابيك وصل لهاية الفيديو بتمنى الفيديو عجبكم بتمنى دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة اذا ماك بتشترك متل ما قلت سابقا بتمنى نحاول نوصل اربعة الاف لايك مشان ننزل الحلقة اللي بعدها فورا من هاي السلسلة وطبعا روابط حساباتي تويتر وانستجرام تحت بدسكريبشن لازم تتابعني عليهم وعم نحاول نوصل الف متابع على كل على تويتر يعني وع الانستجرام باقرب وقت ممكن مشان ننزل الحلقة اللي بعدها فورا من سلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الشتوية وبتمنى تنشر الفيديو بكل مكان مشان نوصل عدد اللايكات يعني باسرع وقت ممكن فبس هذا اللي كان عندي اليوم شكرا لخيف ديا جاي في امان الله